اهلا بكم طلاب الصف الرابع معكم معلمتكم مناء الاعبادات اتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة وسنلتقي قريبا باذن الله اليوم راح نبلش بالدرس الثاني من الوحدة الاخيرة الماء في الطبيعة الماء في الطبيعة اعزائي الطلبة لنتابع سويا كتاب الطالب صفحة 56 اتمنى منكم كل ياتكم انكم تفتحوا كتبكم كتاب الطالب صفحة 56 قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق الله العظيم سورة الانبياء الآية 30 ذكرت الآية الكريمة السابقة اهمية الماء وان كل شيء موجود على سطح الارض كل شيء حي سبب وجود الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا اكبر دليل على اهمية الماء في حياتنا اهمية الماء في حياتنا على الرغم من ان الماء من الموارد الغير حية في الطبيعة يعني الموارد الغير حية اي هي من الجمادات الكائنات التي لا تتنفس الا ان كل الموارد الطبيعية الحية على اختلافها تعتمد تماما في وجودها على الماء فكيف يتوزع الماء على سطح الكرة الارضية وما الفرق بين مياه الانهار ومياه البحار والمحيطات اذا اعزائي الطلبة في الدرس السابق تعرفنا على الموارد الحية تعرفنا ان في عندي الموارد في الطبيعة تقسم الى موارد حية وهي الكائنات التي تتنفس مثل الحيوان والنبات والانسان وموارد غير حية وهي الجمادات مثل الماء والهواء والتربة والصحور الماء واللي هو عنوان درسنا لهذا اليوم الماء من الموارد الغير حية في الطبيعة لكن كل الموارد الطبيعية الحية على اختلافها سواء كانت نباتات او حيوانات او انسان تعتمد تماما في وجودها على الماء يعني ما في انسان بقدر يستغنى عن الماء وما في حيوان بقدر يستغنى عن الماء وايضا النباتات تعتمد في صنع غذائها على وجود الماء هلأ رح نتعرف على كيف يتوزع الماء على سطح الكرة الارضية وما الفرق بين مياه الانهار والبحار والمحيطات عزيزي الطالب للناقص سويا الشكل الموجود سبحان 56 والذي يوضح حركة الماء في الطبيعة حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها ايضا في الطبيعة وتسمى حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء بدورة الماء في الطبيعة منلاحظ من الشكل أعزائي الطلبة إنه في عندي مياه الأنهار مياه المحيطات لاحظ كلياتها تبدأ من البحر عندنا نبدأ من ألف ألف هون في عندي غيوم تشكل غيوم وهذه الغيوم عن طهط الأمطار بينما في المنطقة بها عن طهط الثلوج وهذا إن شاء الله رح أيضا إن عاد الدرس معاكم في صف خامس فهيوحالكم كتير حلو المادة طبعا بعد عمليات هطول الأمطار والثلوج على سطح الأرض جزء من الأمطار بروح على شكل إيش أنهار مياه سطحية تجري على سطح الأرض تشكل عندي الأنهار والينابئ وعندي جزء من المياه يتم ترشيح أو يترسب إلى باطن الأرض مكونا المياه الجوفية وكلا المياه السطحية وهي المياه التي تتكون وتجري على سطح الأرض أو المياه الجوفية والتي تتكون في باطن الأرض كلاهما بيصبوا أيوين في البحار والمحيطات نتيجة وجود شعة الشمس بتم تسخين الجزيئات الماء على سطح البحار وبتم عملية إيش تسمى عملية التبخر وهون من خلالها بتصاعد الماء بعد ما يتحول من الحال السائلة إلى الحال الغازية بعملية تسمى عملية التبخر ناتجة من تسخين أشعة الشمس لجزيئات الماء على سطح البحار وهيك برجع بعود البخار الماء إلى طبقات الجو العليا مكونة بعد ما تتكاثف لأنها بتبرد مكونة الغيوم وتعود أيضا الغيوم وتهطل وبعد ما تهطل بتكون لدي جريان سطحي وجريان جوفي وتعود أيضا للبحار والمحيطات وتتبخر وهكذا لهذا سميت بدورة الماء في الطبيعة لأنها عبارة عن عملية مستمرة لا تتوقف تبدأ من عمليات الهطول على شكل أمطار أو ثلوج أو حتى برد ووصولها إلى سطح الأرض على شكل مياه سطحية أو مياه جوفية ومن ثم عودتها إلى طبقات الغلاف الجوي بعد عملية تبخرها هاي دورة المياه في الطبيعة لنناقش الأسئلة الموجودة أعزائي الطلبة المرافقة للشكل صفحة 56 للهطل أشكال المختلفة حدد أشكال الهطل في ألف وبع منلاحظ إذا رجعنا لها الرسمة الشكل وضحت أنا عندك في ألف هي عبارة عن هطولة على شكل أمطار وبا هطولة على شكل ثلوج تسمى أماكن تجمع الماء على سطح الأرض المسطحات المائية نسمي المسطحات المائية تشاهدها في الشكل المسطحات المائية مثل عندنا بحار محيطات وأنهار ثلاثة هل لاحظت أن جزءاً من الماء في جيم قد تسرب عبر طبقات التربة والسخور إلى باطل الأرض ماذا نسمي هذا الماء بالمياه الجوفية لأنها وين أصبحت في جوف الأرض ماذا تسمى العملية دال هي عملية التبخر نستنتج من الشكل السابق أن أشكال الهطل ثلوج أو برد أو مطر المياه السطحية هي المياه التي تتجمع على سطح الأرض مثل البحار والمحيطات والأنهار المياه الجوفية هي المياه التي تتكون من تسرب جزء من ماء المطر عبر التربة إلى السخور والسخور إلى باطل الأرض كما وضحت سابقة سؤال ما الفرق بين مياه البحار ومياه الأنهار الجواب عزيز الطالب تختلف مياه المسطحات المائية من حيث مكوناتها إذ إن مياه الأنهار عذبة ومياه البحار والمحيطات مالحة إذن مكوناتها هي اللي بتختلف بعضها عن فرق ماذا تعلمت عزيزي الطالب تتوزع المياه على سطح الأرض إلى مياه سطحية ومياه جوفية الماء في الطبيعة إما ماء مالح أو ماء عذب تسمى حركة الماء في الطبيعة والعملية التي تمر بها دورة الماء في الطبيعة وضروري جدا إنك تحفظها بتمنى منكم أعزائي الطلبة إنكم تحفظوها وما ما تسمعيكم هيا أعزائي الطلاب لنناقش كتاب التماريز صفحة 50 يلا بسرعة أعزائي افتحوا طلابي افتحوا كتابكم صفحة 50 صفحة 50 في عندي التجربة في البداية ما أعطينا تجربة بتمنى منكم إنكم تنظروا لإلها وتنقشوها لكن أنا بدي الفرع الثاني أتمل العبارات الآتية يحطل الماء من الغيوم بأشكال منها إن شو هي أشكال لها طلع أعزائي الطلاب أحسنتم مطار وبرد وثلج يعني تحطل الأمطار على شكل مطار أو برد أو ثلج من الغيوم اتنين تحوي المسطحات المائية ماء مثل ماء مالح مثل المحيطات وماء عذب مثل الأنهار أحسنتم حددي على الرسم الآتي ما يدل على مياه عذبة وعملية التبخر ومياه جوفية وأمطار مثل ما أنتم لاحظين أنا عينت لكم مثلا ألف بمثللي أمطار النهر بمثللي مياه عذبة عنا جيم بمثللي مياه جوفية ودال عملية التبخر إذن أنا مجابة موجودة أمامكم بتمنى حبايبي إنكم إيش تردوا تنقلوهم على كتابكم التبارين وهيك منكون إحنا أنهينا درس الماء وبتمنى منكم إنكم يتابعوا ويتراجعوا أعزائي يتطلبوا وتحفظوا ماذا تعلمت من كل درس إيه وهيك أنهينا درسنا ودمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر